موسيقى موجز لأهم وأخر الأخبار فأهلا بكم أدى رئيس أعضاء مجلس القيادة الرئاسية ورؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء صلاة العيد مع جموع المصلين في عدن وبعد أداء صلاة وخطبتي العيد تبادل المسؤولون التهاني والأحاديث الودية مع جموع المصلين بالمناسبة الدينية الجليلة وما تحمله من معاني ودلالات دينية واجتماعية سامية في حياة كل مسلمين ومسلمة إلى ذلك ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليم اجتماعا لمجلس الوزراء في عدن بحضور نواب المجلس ورئيسي مجلسي النواب والشورى وأطلع العليم مجلس الوزراء على نتائج زيارة مجلس القيادة الناجحة إلى السعودية والإمارات وأشار إلى أن الزيارة تكللت بالاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في مختلف المجالات لافتا إلى أن الدعم المخصص للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدش اجتماعا موسعا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع والدوائر التابع لها في محافظة عدن وحث وزير الدفاع القادة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وفق خططين تواكب التطورات والتكنولوجي الحديثة والظروف الاستثنائية مشددا على ضرورة العمل الدؤوب لرفع كافة أجهزة الأمن والمخابرات وتأهيل وتدريب منتسبيها والعناصر المتعونة معها كشف السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم عن مشروع قرار بريطاني بديل عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن وقال أوبنهايم خلال جلسة نقاش حول رؤية بريطانيا للسلام في اليمن إن هناك فجوة في القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن وأشار إلى أن مجلس الأمن سيكون جاهزا لإصدار القرار الجديد عندما تكون هناك توافقات حقيقية حول تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن نهاية الموجز إلى اللقاء